الحقيقة أنه مبارح وإحنا على الهواء كان فيه مرش هام جداً بيتلعب لمنتخبنا الوطني في كرة اليد وكان فيه يعني تقلق من المنتخب المصري لكرة اليد أمام المنتخب التونسي فيه مباراة عربية قوية ومش سهلة أبداً وإحنا دلوقتي بنتكلم عن النسخة الخمسة وعشرين لكاس الأمم الأفريقية لكرة اليد اللي بتقام على أرض بلدنا من يوم 11 والحد يوم 18 الشهر ده المنتخب المصري الحقيقة عامل أداء قوي جداً من بداية البطولة والحقيقة أنه الجيل الحالي اللي موجود في المنتخب بيتميز أنه يمكن ثلاث أعمار مختلفة كل الموجودين نجوم ونجوم كبار ولعبوا في أندية كبيرة على مستوى العالم وده خليهم يعني يلعبوا بشكل احترافي كبير جداً لأنه اللي بيلعب فيه مباريات عالمية بيكون أداءه مختلف وأداءه بيكون قوي جداً وده بالتأكيد أنه عكس على أداء منتخبنا الوطني لزي ما بقول لحضراتكم مباريح نجح في أنه يتخطى عقب التونس ويمكن تونس يعني منتخب قوي جداً في كرة اليد منتخب مش سهل أبداً الفوز عليه لكن مباريح الفرعنة قدروا أنهم يتغلبوا على منتخب تونس بنتيجة 29-27 وتأهلوا للنهائي النهائي هيكون أمام كامفردي وده يعني أول مرة يوصل للنهائي ويمكن هنا نقول أن مصر وش السعد على كامفردي لأنه أول مرة يوصل للنهائي في هذه البطولة فيعني إحنا بكرة حنكون أمام النهائي ساعة 9 هيتلاعب في صارة حسن مصطفى في 6 أكتوبر هنتابع مع حضراتكم كل تفاصيل البطولة من الأول التنظيم المبهر اللي حصل ويمكن دي مش المرة الأولى مصر نظام التكاس العلم لكرة اليد ويمكن ده كان الحدث الرياضي الأول اللي ينظم بعد جائحة كورونا وكان يعني بيشابيه في كل الأجواء والأوساط الرياضية وإحنا هنتابع مع حضراتكم كل الكواليس اللي حصلة مع المنتخب المصري ونتطمن على اللعيبة ونتكلم كمان عن الأداء الكبير اللي اللعيبة بيقدوه ويمكن ده بيسهل كمان وجود النجوم الكبار دول في المنتخب بيسهل المهمة على المدرب الأسباني إنه كمان يبدل ويتناوب ما بين اللعيبة لأنه كل اللعب بينزل بيقدر دوره بشكل كبير جدا وكمان يعني إحنا بنطلب من كل الناس إنهم يدعموا اللعيبة الدعم مهم جدا للعيبة في مرحلة زي دي وحن نتكلم على نهائي ويعني مصر أخذت البطولة سبع مرات نفسنا إن شاء الله أنه البطولة بكرة تكون كمان مصرية وناخد النجمة التمنى في أفريقيا الدعم النفسي زي ما كنت بقول لحضراتكم مهم جدا جدا أكيد كل كلمة حتكتبوها على مواقع التواصل الاجتماعي بتوصل للعيبة كل هتاف بيتم في الصلاة بيوصل للعيبة وبينعكس على أداءهم عشان كده بقول لحضراتكم اللي يقدر يروح المباراة ويشجع طبعا يروح يروح وياخد صحابه ويشجع لازم نهتم بكل الألعاب آه كلنا بنحب كرة القدم وآه كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى لكن كمان لما يكون عندنا منتخبات قوية بحجم منتخبنا الوطني في كرة اليد لازم كلنا ندعمه وكلنا نساعده وكمان يعني نكون عارفين أن كل كلمة إحنا هنقولها هتوصل للعيبة وهتأثر عليهم وهتأثر على أداءهم مبارا كان أداء قوي جدا من المنتخب المصري أمام المنتخب التونسي وبنتمنى أن احنا نشوف ده أمام كامفردي لأنه زي ما بقول حضراتكم كامفردي أول مرة يتأهل النهائي فإن شاء الله كل الأوساط الرياضية بتتكلم عن نجمة تمنى للمنتخب المصري بكرة فمطلوب منكم جميعا أن احنا نشجع ونشجع بالروح المصرية اللي احنا متعودين عليها في المباريات احنا الحقيقة عندنا أبطال في كل الألعاب ويمكن الألعاب الفردية الفترة اللي فاتت شفنا فيها أبطال ما نقدرش يعني نخفل الكلام عنهم وأعتقد أنه بقى عندنا اهتمام كبير من كل الأوساط بمسألة الألعاب الفردية وكل أسرة مصرية بقى كمان عندها تطل وعندها ابنها يلعب لعبة فردية مش بس أنه أدرب ابني كورة لا بقينا بنشوف النجوم الكبار في الألعاب الفردية زي الدولة بتحتفي بيهم وزي الدولة بتدعمهم وزي الناس بتحبهم وبتتكلم عنهم لو احنا بنكلم عن يعني كل النجوم البنات والولاد ويعني كم الحاجات بتتكتب عنهم وأسرهم قد إيه بتبقى فخرين بيهم فده بيشجع بيشجع الصغيرين إنهم يفكروا في ألعاب تانية غير كرة القدم نحب الكرة آه لكن كمان ندعم كل الألعاب الموجودة على أرض بلدنا وإحنا خلينا تاني أرجع أفكر حضراتكم إنه بكرة عندنا مباراة مهمة جدا فاينل مهمة جدا وإحنا هنا في التسعة عملنا هاشتاج شجع مصر بكرة شجع أفطال اليد بكرة مباراة مهمة جدا 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 هاشتاج النجمة التمنى ادخلوا اكتبوا لهم لأنه كل كلمة بتوصل لهم كل كلمة بتوصل لهم بتكون دعم كبير جدا جدا لهم وبتبان على أداءهم وزي ما بقولوكم مش بس ندعمهم بالهاشتاجات وبالسوشيال ميديا كل اللي يقدر إنه يروح يحضر المباراة بكرة المباراة الساعة 9 في 6 أكتوبر في صالة حسن مصطفى